يواصل المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية فعلياته لليوم الثالث على التوالي في العاصمة الإدارية الجديدة جاء ذلك بمشاركة أكثر من 8000 مشارك من مصر والعديد من دول العالم ويتضمن المؤتمر 65 جلسة حوارية يشارك فيها 270 متحدثا من المصريين والأجانب كما يشارك البرنامج العلمي للزمالة المصرية بواقع 14 ورشة عمل و33 جلسة يتحدث فيها 125 شخصا في 31 تخصصا